أيضاً هذا الأسبوع فقد الأهلي حارس مرماه الشاب زياد إيهاب الذي توفي في منزله في عين شمس زياد موليد 2004 وكان تم تصعيده للفريق الأكبر منه سنة في 2003 وكان حارس شاب واعد وموهوب شارك كابتن خالد بيبو في مراسم تشيع الجنازة شارك الكابتن محمود الخطيب وعضاء مجلس الإدارة لأسرة زياد بالتعازي والمواساة وآمن نادي الأهلي بنعي هذا الحارس الشاب الذي وفته المنية حدث غامض يكتنف الغموض طبعاً مش هنتطرق التفاصيل ولكن الذي يدعو إلى الأسى والتعاطف أن شاب عنده 17 سنة ممتلئ بالموهبة ممتلئ بالطموح ممتلئ بالنجاحات يكون عنده سواء كان حادث قدري أو حادث نتيجة معاناة أن هذا الظرف تعيش أسراته بدل ما تتمتع بمستقبل كل المواساة لهذه الأسرة وربنا ربي صبرهم ويلقوا الدعم الواجب والإيمان الذي يدعم مواجهة مثل هذا الحادث المؤسف رحمة الله عليه والنهاردة فرقته كان عندها مباراة آه 2003 النهاردة كيسبو بيرامدز أربعة واحد ويمكن كانت اللفتة اللي الناس كلها لحظتها في عمليات الإحماء قبل المباراة لعيبة الفرقة لعيبة 2003 كلهم لابسين التيشرت في فترة الإحماء اللي علي صورة زياد إيهاب النادي الآلي كان قدم طبعاً الرعاية الكاملة لأسرة الفقيد سوا في تحمل كل أعباء وتكاليف الجنازة وغيره ثم أيضاً بحث صرف قيمة عقده بالكامل لأسرته والحقيقة ده كلام على المستوى الإنساني راقي جداً ونبيل جداً وبيأكد قيمة النادي الآلي في مثل هذه المواقف كلنا نذكر أن الراحل الجميل محمد عبدالوهابها العلية رحمة الله لما توفي هو في التمرين كان النادي الآلي صرف له قيمة عقده بالكامل عن السنوات المتبقية في العقد وها هو أيضاً زياد إيهاب الأهلي يقوم بنفس الواجب الإنساني والطبيعي جداً من النادي الآلي تجاه أبنائه ده اللي نعزي أقوله هذا تصرف إنساني طبيعي وليس منه طبعاً ولا تفضل ولكنه منطق الأمور والمسئولية والمكانة مكانة النادي الآلي وتقديره لأبنائه اللي هم بيضحوا وهم على البساط الأخضر يعني فرحمة الله ربنا صبر أهله يا رب وما نسمعش عن مثل هذه الحوادث المؤسفة ربنا يحفظهم جميعاً لذلك أروحنا جميعاً وها صاحب القرار ولذلك الانتحار يعني لهو يعني رفض جابت جداً تمام ترجمة نانسي قنقر